تس تس الادجاسمنت لير انت طبعا عارف ان انت لو عايز تعمل كالرينج لفيديوهات كتير وربعض فانت تستعمل الادجاسمنت لير ولكن ده مش استخدام لحيط الادجاسمنت لير دي لها كمية استخدامات لا تتخيلها انا هقولك بس انهم خمسة بس في كتير جدا غيرهم فمشان طول اكتر مجافة المقدمة وتعالوا نبدأ مساء الفل ايه الأخبار في الفيديو ده احنا هنتكلم عن خمس استخدامات للادجاسمنت لير غير الاستخدام الشائع بتاعها انك بتستعملها للتلوين فتعالوا نبدأ اول استخدام عارف انت الخطين اللون هو ميسود اللي بتحطوا في الافلام والمسلسلات واللي بتخلل الكادر شاكله سينماتيك شوية اللي بتحطوا فوق وتحت دول لو انت عايز تعملهم في الفيديو بتاعك هتعملهم ازاي الطريقة العادية ان انت هتروح جايب الفيديو بتاعك وتجيب افكت الكروب ترمي عليه وتقوم معامل اللي فوق نفترض خمسة اشر في المية واللي تحت خمسة اشر في المية انت كده عملت الكادر السينماتيك ولكن ده ليه مشكلتين اول مشكلة هي ان انت نفترض ان انت عايز تحرك الكادر اللي معروض يعني افترض انت كنت عايز تعمل بس الفيديو نفسه نقطع زعرة جزء اللي فوق ده شوية واكل من جزء اللي تحت ان انا عايز اخلي البار لحد مسلا الجزمة بس من هنا في الحالة دي هتعمل ايه هتضطر انك تقعد تحرك في القيم بتاعة دي اول مشكلة المشكلة التانية ان انت لا عايز تطبق على كل الكليبات اللي عندك هتوقع بقى تاخدها ده 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 حوار كبير ده طب ايه حل المشكلتين دول حلهم ان انت تعملها انت هتجيبها عادي تحطها فوق الفيديو او فوق الفيديوهات كلها وتشيل اللي بفاكتة بقى احنا كنت بفناه ده نجيبه هنا دي بقى هتحدي لك المشكلتين اول حاجة لو انا عايز احرك الكادر اللي معروض انا ممكن اقعد اطلع وانزل كده براحتي خلاص كده انا ما عندش اي مشكلة كل كليب لوحده انا ممكن اقعد فيه الموضوع ده والمشكلة التانية اللي احنا حلناها ان انت كده بقى تطبقت على كل الفيديوهات اللي عندك مش على فيديو الواحده بعين ومش بتاك تاخدها كوبي بيست وكل الحركات ده ده اول استخدام الاستخدام التاني لو انت مسلا بتعمل الفيديو والفيديو ده هو الكاميرا بتاعته سابتة انا افصارت حد قاعد صنع محتوى بيتكلم عن ولابس تشير تسود مسلا مسلا بصدفة يعني وانت جيت تعدل الفيديو وانت تزبط حاجات في الموشن بتاعت الفيديو ان انت عايز تعمل مسلا على الفيديو وتحركه يمين تحركه شمال ايا كان ولكن انت عندك كليبات كتير كلهم نفس الكادر عايز تطبع عليهم نفس الافيكت بتاعة الموشن فهتعمل ايه? الحل التقديد ان انت هتراح واخد فيديو لوحده تزبط بتاعه وزي ما انت عايز وتقوم اخد ده كوبي وتحط على كل الكليبات التانية بيست طب هل ده حل? لا ده مش حل لان اولا لو كد بعد كده حبيت انك تغير الكادر تطلعه فوق وتنزله تحت ايا كان هتلاقي انك محتاج تعمل ده على كل الكليبات التانية في الحل بردك يجي فين? في الادجاسمنت لاير. هنحطها على كل الكليبات اللي احنا زبطناها ونقعد نزبط فيها. طبعا انت لو عادت تغير في هنا وكل حاجة انت ما بتعملش اي حاجة. ليه? لان انت كده بتغير مكان الادجاسمنت لاير. مش بتغير الحاجة لتحت ازاي اخلي لما غير بتاعها يأثر على تحتها. انك بتحط اسمه تضيفه على هتلاقي زهار لك حاجات تحتها. خليك فاكر ده عشان مهم جدا. فانت تروح مزبط نفترض انا عايزه مية وخمسين في المية. والبوزيشن يبقى تحت شوية. شمال شوية. مسلا. كده هتلاقي ده. بتطبق على كل الفيديوهات. انا بقى لو جيت بعد ايه فترة مسلا حابيت ان انا اغير بتاعي مسلا خلي مية وعشرين بس او مية وسبعة وعشرين بس. تلاقي انه برضك تطبق على كل الفيديوهات. فانت كده بتعدل تعديل واحد بيأثر على كل. الاستخدام الثالت. عارف انت اللي هي انك بتحط زي ما يكون فيه انعكاسات للشمس على العدسة على فيديو. الحاجات ده ممكن تجعل من مواقع زي انك تشترك فيها مسلا وتحملها وتستعملها وممكن تتعملها بايدا. بالأجاسمنت لير برضا. ازاي? ده عملت سيرش في قامة الافكتات على فور كالر جريديانت. وحطيتها هيعمل لك ده. اول حاجة هتخلي بتاعته سكرين. حلو? هتلاقي بتاعها قوي جدا. فانت ممكن تقلل بتاعتها مثلا خمسين في المية. كده لو انت تحركت هتلاقي ان هي ثابتة. مش بتتحرك. فاحنا عايزنا تتحرك عشان تباني ان هي بتتحرك مع الكاميرا يعني. فانت ممكن تحط لكل الالوان دي. هتشغل كل دي وتيجي بعد فترة مسلا تحركها كلها. اي حركة. نسو حطها من اخر الفيديو الاول. كده لو انت شغال في الفيديو هتلاقي ان الالوان بتتحرك. في حركة كده بسيطة تباني ان هي طبعا ممكن تقعد تقالي في الواسطة حد ما تباني بالنسبة لك طبيعية شوية. طبعا ما ينفعش يكون الالوان باينة قوي. لازم تكون ان هي تباني. لكنها عكاس بسيط. وما تخليهاش باينة جدا. هو قعد قلل على حسب الفيديو بتاعك امتى هي كانت موجودة ولكن مش باينة قوي. زي كده مسلا. الاستخدام الرابع. لو انت مسلا عندك في الفيديو وعايز يخليه بان شوية لان في تفاصيل في الفيديو بتخلي التكست مش باين شوية. فانت عايز تحطله زي خلفية ولكن مش عايز تحطله لون. لان اللون ده بيفصل الشكل بتاع الفيديو. فانت عايز تحط حاجة تخليه باني. ففي ايه هاج بسيطة ممكن تستعملها وهي انك تعمل بلور ورا التكست. تعمله ازاي? اولا هنكتب التكست عادي. والله افترد احنا عندنا التكست ده. عايزين نحط وراه حاجة تبينه شوية. هنحط حتيها ونحط عليها افكت الجوشن بلير. وتخليه نسبة بسيطة كده. طبعا وكده بوازي الفيديو كله. فاحنا هنعمل له عشان خاضر يبقى ورا التكست بس. فهتعمله كده وتسحب دي لحد اخر الفيديو. ودوس على ضرر وانت بتسحبها عشان خاطر يفدر يتحرك في خط مستقيم. ما يطلعش فوق او تحت منك ما يبصش. وشوف بقى كيفريم اللي انت هتعمله مسلا مع التكست هعمله هو مع الادجاسمنت لير. والنفترد احنا هنخليه يكون صغير ويكبر مسلا. فهنحط له مسلا كيفريم مية زيرو. وهنحط نفس الكلام على الادجاسمنت لير. تلاقي ان هي متأثرة بنفس التأثير بس طبعا هي محتاجة شوية تصبيت. نعملناها كده مسلا. فكده هي تزبطت اللي عملتها كده هتلاقي ان هي طلعة بتاعها ببقى شكلها لطيف شوية. وانت بعدك ممكن بقى تزبط بتاع لهو ممكن تخلي في فزر شوية عشان خطر ما يبقى الخط بتاعها. وعلى فكرة لو خليته بردك باين اصلا هتلاقي ان هو بردك شكله لطيف. مش وحيش يعني. الاستخدام الخامس. عارفة الترانزيشن اللي احنا بنشوفه في الفيديوهات اللي هي بتحرك من يميل للشمال او مش مال لليمين. ما تيجي احنا نعملها. بكل بساطة هتيجي عند الكليبين اللي انت عايز تحط وتحطه في ايهم وتخلي مدتها معقولة. هتدور على اسمه وتضيفه. وتضيفه. وتعليه بقى هنا شوية. اول حاجة هنغير هنحط في الاول ونخلي نفس الرقم بس بالسالب في الاخر. وتنزل تحت عال هتخلي الرقم ده تسعين هبقى اشرح لك ليه تسعين وتخلي الرقم ده نفترض بمئة تمانين. تحط هنا كيف فريم. تحط هنا كيف تخليها صفر. وتاخدها كوبي توضيها هناك. طبعا هي كده بشكل ما اتعملت ولكن شكلها مش حلو يعني لو بصوك كده تلاح مش عجباني. فهنعمل ايه? هنعمل هنا اول حاجة. هنخلي دي. نخلي دي. از ان. كيه شكلها قلطف كتير. طيب قبل ما ما تمشي روح عند الكات. حط هنا. ليه بقى? عشان خطي بعد كده ما تيجي تحط ده تاني على اي مكان تاني. هتحط كده بالماركة فوق الكات بحيس يفضل مزبوط. طيب انا ليه? عملت. الرقم ده تسعين. عشان ده لو خليته صفر هتلاقي انتجاه البلور اللي معمول بالطول. فلا كنت عايزه بالعرض. فلا كنت عايزه تسعين درجة. وليه انا خليت الرقم يبدأ بموجب وينتهي بنفس الرقم بس بالسالب. عشان لو كنت عايزه يتحرك طول الفيديو. اول الفيديو يروح عند اخر الفيديو. ده بسبب ان احطيت نفس الرقم. طب ليه سالب وموجب? او امتى ده سالب وامتى ده موجب? لو انا حطيت اللي على الشمال موجب هو هيتحرك كده. لو اللي هو من اليميل للشمال. طب لو حطيته على الشمال سالب هيتحرك كده. فعلى حسب انت جاهل الحركة تحت الفيديو بتاعك. زبط الرقمين دول. بس بدول كانوا خمس استخدامات للاستخدام الشائع بتاع الكالورينج بتاعها. تمنى هيكون الاستخدامات عجبتك. ويكون اضافت لك معلومة. بس بكيان خص حياتنا النهاردة. اتمنى تكون عجبتك. وتنساش لو عجبتك سابسكراب على التشانل. وهتلاقي فيديوهات هنا هتعجبك كويسة. يبقى اشوفها. بس واتنساش تقول لنا بقى لو حاجة حابة انحنا نتكلم فيها نتكلم فيها ان شاء الله. بس واشوفك الحلقة الجاية. سلام.